الفريق الهلالي أمام نادي الاستقلال أنا رسالتي للشارع الهلالي للجمهور الهلالي المباراة ليست سهلة تماما نادي الاستقلال يملك أربع لعيبة دوليين نادي الاستقلال إيراني فريق دفاعي بحت شاهدنا الهلال عانى في أول ثلاث جولات أمام الفرق التي تتكتل دفاعيا خصوصا أمام الطاية أمام الباطن نادي الاستقلال سيستخدم نفس النهج نفس التكتيك وبالنهاية كرة القدم اللي تكسبه و لعبه فنادي الاستقلال بيلعبه وفق امكانياته أو اللي يكسبه عندي كذا سؤال عبدالعزيز فأرجوك أنك تسرع معي عشان نلحق نجاوب أكبر عدد من الأسئلة هل هناك غيابات مؤثرة شوف الغيابات في نادي الهلال في المبارة هذه محمد كنو بالإيقاف في الكرت الأصفر وإصابة عبداللعطيف في خانة المحور فغيابات الهلال مؤثرة تقريبا في خانة المحور طيب هل التجهيز النفسي هو العامل الأكبر للفوز في هذه المبارة شوف التجهيز النفسي والبدني عامل مهم في مباريات خروج المغلوب لما نتكلم عن مباريات خروج المغلوب دائما تجد على جميع المباريات والكؤوس والبطولات الغارية على مستوى العالم مباريات خروج المغلوب تجد الفرق الصغيرة تخرج الفرق الكبير لأنها بأنها مبارات تسعين دقيقة وفرصة واحدة بإمكانك أن تحقق البطولة وتحقق اللقب شاهدنا 2004 ومنتخب اليوناني كان مستبعد تماما تحقيق بطولة أوروبا وحقق بطولة أوروبا بسبب التهيئ النفسي وفرصة واحدة في المبارة نهية وحقق بطولة أوروبا التهيئ النفسي مهم تماما للجانب الهلالي التهيئ البدني الذهني أعتقد دائما مباريات خروج المغلوب أن التهيئ النفسي يكون عامل مهم في حسم نتيجة المباراة آخر سؤال عندي يا عبد العزيز ما رأيك إذا تقابل الهلال والنصر في آسيا كيف تكون مباراة والله إذا تقابل الهلال والنصر في آسيا أنا أتمنى من ينتصر على الآخر أن يحقق دوري أبطال آسيا ويسجل باسم المملكة العربية السعودية ستكون مباراة مثيرة مباراة جميلة بسبب كمية اللعيبة الأجانب المميزين الموجودين في الفريقين في الهلال والنصر لكن الأهم والمهم بالنسبة لنا كإعلام رياضي وكنقات أنه تم استعادة اللقب للمملكة العربية السعودية ويسجل باسم ناجي السعودي سواء هلال أو النصر من الرياضة صحفي رياضي عبد العزيز الزلال شكرا جزيلا لك